نحن اليوم في منطقة خرفكان الخراثية هذه المنطقة الجميلة التي تقع في شرق المدينة القديمة في خرفكان جاءنا اليوم لتفقد أعمال تركيب أجهزة المراقبة وأجهزة مكافحة الحريق والحمد لله تم تركيبها المنطقة بتوجهات من صاحب اسم وحاكم الشارقة تم ترميمها بالكامل بالإضافة إلى توسيع القناة المائية وتم توزيع البيوت لتكون فيها مجموعة من الخدمات الثقافية كمتاحف شخصية وبعض المقاهي وأيضا هناك بعض الأماكن للألعاب الشعبية وغيرها من الأمور التي تختص بالتراث الثقافي المنطقة أيضا فيها بيت للشباب وفيها بعض الخدمات التي ستكون نوعية إن شاء الله لتقديم زيارة ممتعة لزوار المنطقة المنطقة لها فيها اهتمام كامل من صاحب اسم وحاكم لإعادة إحياء التراث والبعد التاريخي فيها بشكل متقن ومدروس ومميز إن شاء الله في مدينة كلباء هناك عدد من المشاريع التراثية التي يشرف عليها معهد الشارقة للتراث سواء في مدينة كلباء الرئيسية أو في خور كلباء في خور كلباء هناك قرية تراثية كبيرة وفيها هذه المنطقة التراثية فيها حصن وفيها مجموعة من البيوت والمساجد وفيها بعض الساحات للإحتفالات تم الانتهاء من غالبية العمل والحمد لله والآن هناك أعمال جديدة حسب توجيهات صاحب السمو الحاكم حفظه الله بالإضافة إلى أعمال أخرى داخل كلباء بالنسبة لبيت الشيخ سعيد القاسمي وحصن كلباء وأيضا منطقة الغيل كذلك أعمال لدينا في مدينة دبل حصن في دبل حصن هناك المنطقة التراثية التي هي قلب دبل حصن فيها الحصن وفيها سوق قديمة وفيها أيضا مجموعة كبيرة من البيوت التي ستكون ذات خدمات ثقافية تعنى بالتراث الثقافي وكما نعلم بأن دبا هي واحدة من أقدم المناطق في الإمارات العربية المتحدة وهي سوق من أسواق العرب من قبل الإسلام حتى كانت أسواق العرب سوق الشحر في اليمن وسوق صحار وسوق عكاظ وسوق دبا التي كانت سوقا لتجارة الحرير مع الصين